السلام عليكم مرحبا بجميع الاخوة تحية لكم كاملين كانت من كل شي يكون بخير في تمام الصحة والعافية ونسأل الله السلامة للجميع بزاف دين الاخوة كيسولوا عبر الحساب الخاص اللي عندي في الانستغرام حتى انتم مالو بغيتوا تسولوا اسئلة خاصة مرحبا بكم وكان عتادر على هاد الغياب هذا في ظل انه مكن شي حاجة اللي رسميا نجيبوها لكم حتى سعيدنا انه يكون شي قرار رسمي اللي اليوم غدين قدموا لكم وحد الخبر اللي مهم ومهم بزاف بزاف دين الناس كيسولوا شن هو المصير دين الاقصائيات كأس افراقية شن هو المصير دين كأس افراقية براسه اللي يكون في 2021 وشن هو المصير دين الاقصائيات كأس العالم قطر 2022 وبعض الاخوة كيسولوا على المباريات القادمة دين المنتخب الوطني المغربي وقتاش غادين يتلعبوه مرحبا بكم معكم محمد الحجوي في برنامج اشواقع في الكورة اللي نجاوبوه على جميع هالتساؤلات هادو اشواقع في الكورة مع محمد الحجوي بزاف دين الناس كيسولوا شن هو المنتخب الوطني المغربي غادين يلعب بزاف دين الناس كيسولوا وقتاش غادين يتلعبوه الاقصائيات دين كأس افراقية الكاميرون 2021 والنسخة دين 2021 اللي مقرر لها في الكاميرون بقاتلها فقط 6 اشهر وغادين تبدأ فكاس افراقية الاقصائيات في حداتها ما زال ما كملات شباقينا ربعا دي الجوالات يلا تلعبوه جوج دي الجوالات المنتخب الوطني المغربي كنعرفوه لعب جوج دي الماتسات بحالو بحال المنتخب دي الافراقية كاملة اللي هي كانت المباراة مع موريطانيا وكانت المباراة مع بوروندي في ذيل انه باقي ربعا دي المبارايات السؤال وهو وقتاش غادي نكملوا هاد المباراة هادو وقتاش غادي نشوفوا المنتخب الوطني المغربي كالعب واحتى المنتخبات الاخرى اللي كتلعب في الاقصائيات دي الكاس افراقية الجواب فهو كان واضح من خلال الكعف الكعف اللي رسلت جميع الاتحادات المنظوية تحت اللواء ديالها اللي من الاتحاد المغربي الكورة القدام التحاد التونسي الجزائري الغاني ديالساحي اللعج جامع الاتحادات اللي كتلعب اقصائيات ديالكاس افراقية الكاميرون 2021 ورسلتهم على اساس انه غادت تاخد اذن من عدل فيفا وتقوم بربعا ديالجوالات المتبقية في اقصائيات كاس افراقية 2021 وتلعبها في الضرف ديالجوش ديالاسابيع كل مباراة غادت فرق ما بين مباراة ومباراة 72 ساعة لكن الجواب ديالاتحادات المنظوية تحت اللواء ديالكاف كان صادم بالنسبة للكاف بحيث انهم قالوا لهم القرار ما عندوش علاقة ما هو رياضي فالامور عنده علاقة بسيادة ديالكل دولة على حي دا والقرار فهو سياسي وخاصة في المنظمة الصحية العالمية اللي كتقر بانه المباراة مخصومش تلعبوا في الضرفية هذي ورسلات منظمة ديالصحة العالمية الفيفا بانه المباراة ميكونوش ولكن من بعد كيف مشفن الدوري الالماني رجاع بعض الدوريات على الوهبة ديالانها غدا ترجع بحل الدوري الاسباني فقالوا الاقترح ديالانهم يلعبوا المباراة ديالاربعات دياللمباريات فوح لادات معينة باش يسالوا اقصائيات ديالكاس افراقية لكن الجواب كان هو الرفض حكم ان الاتحادات من اللي كيستاشروا مع الناس اللي مختصين بالصحة في الدولة ديالهم فالامور بقى غامضة بشأن تدابير ديالكلة بلدها لحيدة فالجواب اللي كان خداته الكاف درساته لقات بانه ما كينش حل كيفش انها تلعب اقصائي ديالكاس افراقية بقى 6 شهر وغادي يبدأ كاس افراقية اللي مقرر لي انه يكون في شهر واحد في الكاميرون 2021 الفيفا عندها التواريخ ديال اللي معدودة على رؤوس الاصابع اللي غادي يكونوا منهم ايضا اقصائي ديالكاس العالم قاطر 2022 والاولوية اللي عند الفيفا هي انه المبارية ديال اقصائية كاس العالم عندها اولوية كبيرة والفيفا كنعرفوها ما تفرطش في كاس العالم وتقدر تفرط في كل شيء فغادي غادي غادي تضحي بكاس افراقية اللي يكون في الكاميرون وهناك تخرج المفاجأة وهي كيخرج واحد تسريب ديال القانات المشهورة اير ام سي سبور وكيقول بانه كاس افراقية 2021 بالكاميرون غادي تأجل والقرار فهو ربما بني على هاد المعطاية اللي قلنا بحكم انه المنتخبات ما زال ماكملوش الاقصائية ديالكاس افراقية كيفاش مباريس ما زال ما تلعبوش وحنا يبقي لنا 6 شهر وغادي بدل كان كيفاش غادي نلعبوه ايدا كاس افراقية اللي مقرر لي انه يكون في الكاميرون 2021 في شهر واحد غادي يمشي حتى الـ 2022 وهنا المشكلة غادي تكون وهي 2022 غادي تكون متزامنة مع المونديال المونديال هنا غادي يكون واحدة تخريجة اللي كيفما كنعرفو مونديال قاطر الفيفا حاطه انه يتلعب شهر واحد في الشهر واحد والشهر كنعرفو بانه غادي يكون الجو ملائم على انه المونديال يتلعب في قاطر باش ما يتلعبش في الصيف في شهر ستا وكاملين كنعرفو الحرارة في شهر ستا اللي كتكون في قاطر غادي تكون واحد صعوبة كبيرة لللاعبين على انه يقدمو المستوى المتطلب منهم للمنتخبات ديالهم فهذا علاش كأس العالم 2022 ديالقاطر رجعوه لانه غادي يتلعب في شهر واحد والمباريات ديالشهر ستا اللي يكونوا خاوية لاداتها تكون خاوية غادي نحطوا فيها المباريات ديالكأس افراقية الكاميرون اللي كان مقرر لها انها تكون في 2021 المصادقة الرسمية على هاد القرار هادا غادي يكون واحد الاجتماع ديالكاف ديال اللجنة دياله والسؤال المباشر اللي كان على السيد الرئيس ديالاتحاد الافراقي احمد احمد منفاش وما اكدش بانه السؤال اللي كان موجه ليه واش كين احتمال على ان كأس افراقية اللي مقرر يكون في 2021 في الكاميرون واش محتمل انه يمشي حتى الـ 2022 منفاش وما اكدش وغادي نشوفوا الاسابيع المقبلة القرار الرسمي ديالكاف لكن من خلال المعطاية اللي ذكرنا فربما نسبة كبيرة على انه كأس افراقية غادي يتأجل للسنة 2022 بحكم انه كأس العالم عنده اولوية ديال الفيفا تصفية ديال المونديال عنده اولوية عند الفيفا يعني المباريات اللي بقاوا ربعا دي المنتخبات اللي غادي تلعب اقصائية ديالكأس افراقية ما غادي نشي تلعبوا فضل فترة هذي غادي نسبقوا المباريات ديال اقصائية كأس العالم قاطر 2022 يتلعب منذ القاطر 2022 في الشيزاء من بعد عادي يشوفوا المباريات ديالكأس افراقية الكاميرون اللي يكون ربما في 2022 حسب المصادر الرسمية اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اللي كتقول بانه كأس افراقية الكاميرون 2021 غادي يكون هو صيف 2022 بحكم انه المونديال غادي يتلعب شهر واحد اذا جميع الاجوبة اللي كتتعلق بالمباريات ديال منتخب الوطايلة المغربي فالامور ما زالة غامضة الكاف في ورطة الاسابيع المقبلة عد غادي تأخذ القرار وان شاء الله اي جديد غادي نقربكم منه غادي ان شاء الله طاس المحكمة الرياضية غادي تعطي الحكم ديالها في القادية الشهيرة ديال فاضيحة راديس الوضاد الرياضي الممثل ديالكورة المغربية والترجي التونسي الممثل ديال كورة التونسية في نيه الشهير اللي كان عرفه وكانوقع في المشكل ديال فار الى اخيريه الكاف فهي حاضرة الحكم اللي غادي يكون ديال طاس حاضر الممثلين ديال الويداد حاضر الممثلين ديال الترجي التونسي وكاذلك غادي يكون حاضر الممثلين ديال الكاف وهنا غادي خرج القرار الرسمي القرار شنو غادي يكون فيه ان شاء الله غادي نقربكم منه واشترجي التونسي غادي يجرد من اللقب ومن المنحة ديال الدوري وياخذ عقوبات بحكم انه هو المسؤول ربما على التنظيم ديال النهائي ولا غادي تكون وحد ربما غارامة كبيرة للكاف بحكم انه هي المسؤول على التنظيم ديال النهائي وهي اللي خصت تكون محايدة فضل امر هذا ما بين الويداد وما بين الترجي التونسي اللي الطرفين ديال النهائي خصت تحكم بالعدل في الكيل الفارقين بين تومجوج او انه الكاف ربما تاخد قرار بانها التاسع فوان تاخد قرار بانها تعطي عقوبات اللي قاسية للويداد الرياضي او انه نشوفو الويداد يتنصف وياخذ هاد اللقب والمنحة فاي جاوب ان شاء الله غادي نساينو يخرج بصيفة رسمية وانقربكم منو بزاف ديال اخوة كينو كيسولوني بان الموندياليتو تلعاب حضرات في الترجي التونسي سوبر الافريقي تلعاب حضرات في الترجي التونسي اللي خسرت في المباراة النيائية عزا مالك المصري ويش الويداد الاخضاء اللقب ننفرض انه اخضاء اللقب بالحكم ديالتاس ويش غادي يتعاود المونديال ويش يتعاود نيائي ديال للسوبر الافريقي الجواب واضح من دابة وهو الجواب لا الوداد إلى نصفات من طرف طاس فقط غدا تستفد من اللقب وتستفد من المنحة المخصصة الجوائز اللي كان عرفو دي النهائي دي الدوري أبطال إفراقيا نسينوا الرسمي إن شاء الله الرسمي غدا نقربكم منه ما بقى لي إلا نودعكم كان معكم محمد الحجوي من فقرة أشواقع في الكورة من قناة منتخب فانز أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 شكرا